السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسحبه وسلم ازيكم حبيبي عاملين ايه يا ربي جماعة انتو كنوا بخير وبصحة وسعادة وواحد بات مش انا قلتلكم بس ايه قلتلكم على ايه بحاج دي استمع كلاني قلتلكم الحقهاتو ايه تابعوني بقى فيديوهاتي الجاية ويلا نشوف حكايتنا ايه النهاردة النهاردة عايز اقولكو على حاجة مش انا قلتلكم يا جماعة الحقهاتو تيور قبله تيور ما تغلق التيور بتيجي في شهر سبعة وبتريح عشان الحر والناس بتقوم بيعها باسرع مما تتخيلوا وبينزلوا في اسعارها ما حد استمع الكلام ويا جماعة هاتو يا جماعة الفراخ رخيصة دي الكاتاكيت رخيصة كان البط عامل كم كان نزل سعره 16 جنيه الشروفان اللي انا جايبها العسل ده وكان البط المورى نزل 29 جنيه و30 جنيه والناس اساسا يا جماعة هاتو ما فيش كانت الكاتاكيت البيضة كانت عاملة 19 جنيه وصلت النهارده 27 جنيه مش انا قلتلكم الحقهاتو البط دلوقتي السعر غيلي وده غيلي وده غيلي مش انا قلتلكم الحقهاتو ما حد استصدقني ولا حد استمع كلامي راجعوا فيديوهاتي كده اما قلتلكم البط رخيص يا جدعان الحقهاتو ما حد استمع كلامي فيها ايه لما كنت بجيبي شوية كده مش عود اقنبك بقى بس عايز اقولك هلا حاجة بقى اسمعي كلامي دلوقتي دلوقتي اهو ان الايام الجاية برضو هيلتفع سعر تيول ليه بقى يا عسل الجو لما بيهدى يعني بس دلوقتي احنا عادين ايه كنت عادين قلتلكم الحر الحر جميل 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 اه دلوقتي فيه حر بس الحر مش اللي هو كان الايام اللي فاتت الايام اللي فاتت كان الحر صعب جدا دلوقتي حسي برضو ان الجو ملطط يعني ايه اه متحملة يعني الوقتي على السطح متحملة اللي اول كنت تطلع في المعاد ده ينهر ابيض بقى يعني منتش عارفة تقعودي فعايز اقولك ان كل ما الجو هيهدى كل ما الدين يا درجة الحرارة تقل لي شوية كل ما تلاقي الاسعار بترتفع ليه بقى عشان الطيور كمان بتبقى احلى في تربيتها والحر هو اللي بتربط طيور اكتر جبلو محتباس حراري اه الحاجات دي مزعجة جدا للطيور اما بقى الجو لما بيلطط في تربية الشتا بقى واحلى تربية يا معالي احلى تربية تربي ارانب بقى تربي رولي وتربي وز وتربي كل حاجة تصح معاك زي الحلوة الحمد لله بفضل ربنا الحمد لله الحمد لله بفضلك يا رب التور عندي كلها الحمد لله بالصحي الحمد لله الفترة اللي فاتت دي كلها النتيجة معاية الحمد لله زي الفل بفضل ربنا سبحانه وتحدي اما عايز اقولك بقى لما الجو بيهدى كده والدرجة الحرارة تتلطب يعني انت ده وقت اللي عايز رب ارانب يبتزي معنا من بعد اسبوعين يبتزي بقى رب احلى ارانب واحلى تربية واحلى مشروع هي الارانب الارانب اسم الله في الوالدة الواحدة بتجيب لك اتناشر وتلتاشر بقى ويعني هيت اخيالي بواحدة والدت اللي جابتلك العدد ده في خلال شهر الارانبه بتبقى اسم الله زي الفل للدنيا حلوة انتاج رهيب عايز اقولك هاتي بقى الحقيقة التوقيت ده هنتحاسب بعد كده وهنيجي بعد كده وهقولك رجعي فيديوهاتي وهتقولي ليه ايه اللي حصل يا بطة اقولك الاسعار طلعي ليه لان تلمى درجة الحرارة هاتيه ده الاسعار بتبقى حلوة والمزارع حتى لو ما بعيدش دلوقتي وكبرتها تبيع ما بيحصلهاش حاجة عنده لكن المزارع بتخلص اول بول عشان درجة الحرارة ونور بيقطع والتقييفات بتوقف فبيضطروا ان هما يخلصوا بقل سعر لكن دوقتي يخلصوا ليه حتى النول لو جطع درجة الحرارة ما هيش الجامدة قوي اللي الطير ما يتحملش فيها فعايز اقول لكم بقى دي نصيحة مني الوجه الله اه الناس اللي بتسمع كلامي مش عارفة ليه بس عايز اقول لكم اسمعوا كلامي المرة دي وانتوا اكبر من انا نصحكم اه التربية الايامي جاي بازن الله بازنك يا رب ربنا يديكم العمر والصحة والرزم حلوة جدا اه بتربي يا جماعة بقى اقل تكلفة مع بطة والله 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 بقى اقل تكلفة تقول اسم الله الله اكبر سواء فراختة تاكيد كل ولا علف ولا حاجة اه تابعوا فيديوهاتي انا الحمد لله فضل ربنا بعد تجارب كتيرة اكتر من خمستاشر سنة في التربية استنتجت حاجات كتيرة بقيت اجربة على توري وخدت نتيجة بفضل الله سبحانه وتعالى انا جاية الناد عشان اقول لكم الحقيهاتي دلوقتي التوقيت اللي احنا فيه اللي عايز يعرف اماكن حلوة بتديك الكتكوت زي الفل سلالة حلوة جدا يقولي وانا اقوله فيه اتمنى بقى ان انتو جماعة انتو كنو بخير وبسحة وسعادة وراحت بال ويتابعوني يا امارات في الفيديوهات الجاية ان شاء الله وعندنا مفاجآت ان شاء الله في التربية وحاجات مهمة او اتكشفتها بتجيب نتيجة فعالة كمان اكتر واكتر مش هبخل عليكم حاجة واقولكم في فيديوهات الجاية واسبكم بقى في رعاية الله وامنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة